ما لوح به المالك الجديد لعملاق التواصل الاجتماعي تويتر إيلون ماسك باشرة في تطبيقه فقد بدأت شبكة تويتر اليوم تقليص القوة العاملة في الشركة وبكر التقارير الأمريكية أن تويتر تستعد لتسريح نحو 50% من موظفيها البالغ عددهم نحو 8000 هذا الإجراء قابله بعض الموظفين بدعوة قضائية جماعية بسبب تسريحهم من دون إشعار كافي ما أسباب تسريح هذا العدد الكبير من الموظفين في تويتر وكيف ينعكسوا على الشبكة وإنتاجيتها ومصدقيتها وانتشارها للمزيد ينضم إلينا من عمال الخبير في مواقع التواصل الاجتماعي رائد صمور سيد رائد مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار كما تبعت ماسك ينوي تسريح 50% من موظفي شركة تويتر هل نحن أمام قرارات اعتباطية يقوم بها إيلون ماسك بالنظر لشخصيته الغريبة أم هي قرارات في محلها برأيك؟ مساء الخير مساء نو حقيقة إيلون ماسك لا لا يوجد عنده اعتباط إيلون ماسك إيلون ماسك صحيح مغامر صحيح عنده قرارات مفاجئة لكن في ظاهرها التسريح المفاجئ هذا في ظاهره قرار اعتباطه ولكن أنا أعتقد أنه وراءه ما وراءه هناك نسخة جديدة هناك كل عملية تغيير تحتاج إلى ولادة من جديد تحتاج إلى مخاض في هذه الولادة وبالتالي لا بد من الألم ولا بد من أن يكون هناك نوع من الخطورة في عملية الانتقال بالمنصة من مستوى إلى مستوى آخر وأنا أعتقد أنه منصة تويتر سوف تتحول قريبا إلى منصة بالشكل والمضمون مختلفة تماما عما كانت عليه في الإدارة السابقة طيب سنتحدث عن التغييرات التي ربما تطال هذه الشبكة سيد رائد ولكن ما تداعيات هذه المجزرة الجماعية التي تحدث في صفوف موظفي تويتر التدعيات أنا أعتقد أنه التدعيات خطيرة بمعنى أنه الموظفين اللي تم إيقالتهم تمت الإيقالة وتم تبليغهم عبر الإيميل الناس اللي مروحة من تويتر تم تبليغها والآن روحت فعمليا هذا الخطورة فيه أنه الملفات لا تنحمل بالإيد وتطلع بتبين لا هناك نوع من أنواع تسريب المعلومات تسريب للملفات تسريب لبعض التقنيات تسريب لبعض النقاط الضعف بالتطبيق نطاق الخلل بالتطبيق أين من الممكن أن توجد هذه النقاط من الممكن أن يتم تسريبها إلى القراصنة أو إلى من يرغب أو إلى من يدفع بما أنه الآن هؤلاء الموظفين سوف يعانوا من البطالة لفترة معينة من الزمن لحين إيجاد وظائف جديدة هنا الخطورة في هذه المسألة هذا واحد اثنين تقليص عدد العاملين أنا أعتقد ومن باب العمل في السايبر سيكوريتي أنا أعتقد أنه إذا مست هذه الدائرة أو مست هذه الدائرة بتقليص عداد الموظفين معناه هذا الأمر من الخطورة بمكان أن هذا التطبيق سوف يواجه بعض المشاكل التقنية خلال الأيام القليلة القادمة ممكن نفس الموظفين يقومون باختراقات ما هذا ما تريد أن تقوله سيد رعد لا أنا قلت الموظف من الممكن أن يسرب أسرار من الممكن أن يسرب قوائم من الممكن أن يسرب نقاط ضعف بالتطبيق للخارج أو لمن يرغب أو من الممكن أن يقوم الموظف ذاته بهذه العملية انتقاما يعني الانتقام الرقمي موجود وعشنا في أكثر من حاله وفي تويتر حتى في الإدارة السابقة رأينا تسريبات ورأينا فجوات تم استغلالها بشكل كبير يعني خطوات محفوفة بالمخاطر يقوم بها إيلون ماسك سيد رائد وبالتالي كثير من المشاركين أيضا يفكرون في مغادرة هذه المنصة إلى منصات أخرى بالنظر للقرارات التي اتخذها سيد إيلون ماسك إلى أي حد ستؤثر هذه التغييرات على منصة تويتر على شعبيتها على سمعتها وما إلى ذلك أنا قلت في البداية أن هي عملية مخاض وانتقال من مرحلة إلى مرحلة نعم سوف تشهد المنصة انسحابات معينية ولكن أنا أعتقد أن هذه المنصة سوف تشهد اضطراد وتزايد في عملية المشتركين لأنها جاءت أنا بتحليل شخصي أن هذه المنصة بهذا التغيير الآن بهذه الملكية الجديدة لإيلون ماسك هي جاءت لتنافس منصة أخرى تابعة للصين التي هي تيك توك وبالتالي هناك تنافس ما بين وكلات الأمن القومي إن كان في الولايات المتحدة الأمريكية وإن كان في الصين على الاستحواذ على الأعداد المشاركة الآن تيك توك صار عنده مليار مستخدم تويتر عنده تقريبا 400 مليون هنا أو 300 وشوية فعمليا هذه المسألة تحتاج إلى عقلية مغامرة كعقلية إيلون ماسك حتى يتم انتقال هذه المنصة إلى منصة أكثر شعبية الآن هي نخبوية الموجودين فيها سياسيين أنا أعتقد أن المحتوى على تويتر سوف يتحول من محتوى نصي إلى محتوى مرئي بمعنى أنه سوف يعمل سيميوليشن يحاكي منصة تيك توك ولكن نخبوية هذه التي تصنع التمييز بالنسبة لتويتر سيد رائد أنا أشكرك جزيلا شكر شكرا جزيلا لك انتهت فترة هذه المقابلة رائد صمور الخبير في مواقع التواصل الاجتماعي من عمان شكرا لك